تواصل قطر سياسة سلاخها من منظومة الجسد الخليجي والعربي حيث أعلنت الدوحة تحفظها على قرار الجامعة العربية الصادر بشأن تطورات الوضع في ليبيا وذلك رغم الإجماع العربي لا جديد قطر خنجر مسموم في ظهر العرب فكعادتها لشق الصف العربي والتغريد خارج السرب أعلنت الدوحة تحفظها على بعض الفقرات في قرار جامعة الدول العربية الصادر بشأن تطورات الوضع في ليبيا وذلك رغم الإجماع العربي التحفظ القطري جاء على البند السابع من القرار العربي والذي أكد رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وهذا ما يتنافى جملة وتفصيلة مع السياسة القطرية الداعمة للإرهاب في المنطقة والعالم أما البند الثامن من القرار العربي والذي رفضه النظام القطري هو ترحيب وزراء الخارجية العرب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العمليات السياسية فليس من المستغرب أن يرفض نظام الدوحة المستبد مبادرات التهدئة فهو من سعى على مدى السنوات الماضية إلى خلق فوضى عارمة لتنفيذ أجندة الخبيثة في المنطقة إذن ما تقوم به قطر ونظامها ما هو إلا سلاخ واضح وصريح عن الحضن العربي كما سبقه الحضن الخليجي فلطالما شهدنا تحفظات قطرية على قرارات تخدم مصلحة دول الخليج العربية والمنطقة وتسهم في حفظ أمنها واستقرارها ولعل قمام مكة الثلاثة واتفاق الرياض خير دليل على سلسلة الغدر التي يتفنن بها النظام القطري الذي استبدل الحضن العربي الخليجي بالإيراني التركي ترجمة نانسي قنقر